السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوة والأخوات الأعزاء أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأتمنى لكم صياماً وقياماً وأعمالاً مجيدة وجليلة في شهر رمضان البرك الذي جعل الله سبحانه وتعالى أوله الرحمة وأوسطه المغفرة وأخلقه عدق من النار ونحن نشهد آخر أيام هذا الشهر المبارك هي أجمل وأعظم وأبرك أيام العام والتي فيها ليلة خارج من ألف شهر ليلة القدر تمنى الله سبحانه وتعالى أن يمنحكم فيها العتق من النار والفوز بالجنة وصحبة المصطفى صلى الله عليه وسلم ورئة نور وجه الله الكريم سبحانه وتعالى اليوم أنا أتحدث إليكم أتحدث عن قضية وتحدي قضية مزمنة يراها العالم كل يوم رأي العين ويهملها وينساها أو يتنساها وتحدي للوقوف والتصدي من أجل معاونة أبنائنا وأخواتنا وأقاربنا وأحبابنا وجيراننا في أفريقيا أفريقيا تعاني من كل الأمراض المزمنة والطارقة عليها وهي القارة المهملة لكن المسلوبة والمنهوبة في نفس الوقت نأردنا أن نتكلم بالأرقام نجد أن صحراء أفريقيا أو صحراء أفريقيا كما يقول سلموناء فيها 419 مليون إنسان الدخل بتاعه أقل من دولار وتسعة من عشرة دولار يعني أقل من سندويتش بيرجر أو سندويتش فرو طعمية أو سندويتش كباب أو طبق كشري لما نتكلم عنه في 319 مليون نسمة لا يحصلون عن الماء الصالح للشرب الماء الصالح للشرب الماء الصالح للشرب لذلك فهي أكتر قارة أو أكتر مكان في العالم تأتيه الأمراض والأوبئة لماذا؟ لأننا لا نقف إلى جانبها هي أكتر فيها عدد الأطفال والرجال والبشر اللي هم عندهم يعني فقر في الصحة وسوق تغذية 213 مليون نسمة 213 مليون نسمة عندهم سوق تغذية والسوق غذب والضعف بدني 513 مليون قد يواجهوا خطر المجاعة 73 مليون منهم قد يدخلوا في هذه المجاعة خاصة في حصار كورونا التي تحاصرنا الآن وكورونا تحاصرنا فنخشى على أنفسنا من كورونا وننسى باقي قضايا العالم وباقي القضايا الإنسانية 513 22.8% من سكان أفريقيا عندهم سوق تغذية أعلى نسبة مكان في العالم أعلى نسبة في العالم سوق تغذية هي موجودة في أفريقيا تقريبا ربع سكان أفريقيا عندهم سوق تغذية في الوقت اللي احنا نعمل الولائم بالخرفان وبالجمال وبالبقر وبالجموس وبالمعيز وبالفراخ وبالحمام يريدنا بناكلها إلا نصها أو أكتر يهلك ويرمى في المذاب قضية أفريقيا هي قضية نقل مقدرات من مكان إلى مكان العالم الآن يتخلص من الانتاج الغذائي لكي يحافظ على أسعار المواد الغذائية أو يبع لنا مواد الغذائية اللي هي مودفايد اللي هي مهجنة أو مش عارف إيه حقود فيها إيه ولا ندري ما الذي يحدث فيها عندنا عدد الجوعة في العالم تعدى 820 مليون نسمة أغلبهم لما أقول في أفريقيا عن أقل 40% أو 50% كل طفل كل خمس ثواني طفل بيموت في العالم من إيه من الجوع وكل ثانية شخص بيموت في العالم من الجوع أغلبهم أيضا في أفريقيا لذلك أنا متحيز لأفريقيا تسألوني لماذا أولا أنا مولود في بلد أفريقيا تانيا أفريقيا لها اليد العي اللي علي في أن علمتني كيف أكون عاملا ميدانيا إنسانيا منذ عام 1984 فبعض الفضل الله سبحانه وتعالى كان الفضل الأفريقيا كانتها مدخل لتعليمي وتثقيفي وتوجيهي لمثل هذا العمل هذه أفريقيا التي نتكلم عنها أفريقيا الغنية الجميلة الطيبة الطاهرة المسلوبة المسلوقة المهمة الشعوباء والممزقة أحشائها فلذلك أنا واقف لأفريقيا اليوم شئنا أم أبينا متحيز في كورونا آه في كورونا في ناس ما تموت في كورونا آه في ناس ما تموت في كورونا لكن لابد يكون عندي التوازن ما بين مواجهة الكورونا وما بين عدم إغفالنا لأخطر قضية إنسانية على وجه معمورة وهي قضية قضية أفريقيا قضية أفريقيا التي هي دايما جائعة رغما عن أن أراضيها أخصب وأغنى الأراضي في العالم عيب علينا علماء وعيب علينا مثقفين وعيب علينا سياسيين وعيب علينا اقتصاديين وعيب علينا مؤطرين ومؤطرين ومؤطرين أن نتحدث وشخص يموت كل ثانية من الجوع أن نتفايقة وننزر ونخطط وطفل يموت كل خمس ثواني كل خمس ثواني من الجوع وأفريقيا هي الموئل للجوع والمرض والظلم والتجبر الإنساني من الإنسان على أخي الإنسان لذلك تحيزي في العشر الأواخر من شهر رمضان جعلني أقبل التحدي وأنا قبلت التحدي بفضل الله سبحانه وتعالى قبلته وسأحاول أن أنجح بإذن الله سبحانه وتعالى في التحدي في يوم 22 مايو ساعة 12 ظهرا في مدينة برمجان فما هو التحدي التحدي أن أمشي من أجل أن أساعد إخوتي وأبنائي وأحبابي في أفريقيا أمشي لمسافة أربعة أميال قرابة ستة ونص كيلو متر من سبعة كيلو متر من أجل أن أرفع أو أحاول أن أرفع لواء التضامن والتأذر والتكامل والأخوة والحب والمشاركة مع إخواني في أو أخواتي في أفريقيا أربعة ميل همشيهم بفضل السمه وتعالى إن أردتم أن تفعلوا ما أريد أن أفعله ففعلوا في بيوتكم خاصة في ظروف الكورونا ساعة 12 يوم الجمعة امشي ما شاء لك أن تمشي أخته ما شاء لك أن تخطو امشي يا أختي ما شاء لك أن تمشي أو ابنك وفي كل خطوة تبرعوا بدرهم أو دولار أو دونار أو جنيه أو يورو أو ريال لأفريقيا من أجل أفريقيا لكن لا تمكثوا صامتين فأنا عندي التحدي الأول لأن أتمنى بناس وطلعا أن أكمل المشوار سدعولي في هذا ثم أتمنى عليكم أن تشاركوا الفيديو بالرابط لكي تستطيعوا أن تنشروا قضية أفريقيا ونساعد الناس في أفريقيا لقد اخترنا ستة دول ستة دول السومال جنوب السودان تشاد والنيجر ومالي وكذلك كونجو الديمقراطية أحد الشباب بعتلي وأنا بأتكلم على على في الفيديو الإنجليز اللي شيرته من نصف ساعة تقريبة أو يعني أو ما قالي كده قدت لي رسالة على التليفون التاني تمان كنتوا بغير المسلمين يعني جنوب السودان والكونغو يعني استركجوا بس على المسلمين أقول هذا الشخص جزاكم الله خير ولكنك ولكنك مخطئ خطأ يرقو أو يرتقي إلى الجرم لأن رسول الله سلام علمنا أن في كل كبد رتب صدقة في كل كبد رتب صدقة ولم يحدد ما هذه الكبد وما هذه الصدقة إن كانت في كلب كما فعلت المرأة البغي من بني إسرائيل التي سقط الكلب فغفرت الله لها أو إن كانت في منهم ليسوا على الدين الإسلام كما قال سبحانه وتعالى في كتابه وتعومون الطعام على حبه مسكينا وهاتيما ومسيرا إنما نتعومكم من وجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور الأسير في هذا الوقت الذي أنزل فيه القرآن أو نزل فيه القرآن على المصطفى صلى الله عليه وسلم غالبا ما كان من غير المسلمين غالبا ما كان من غير المسلمين إذا كان الله سبحانه وتعالى قدر لنا أن نساعد الأسير وغفر لبغي من بني إسرائيل وحبس امرأة هوا يعني ولعنة أو دخلت امرأة النار في قطة حبستها قطة حبستها لا هي أطعمتها ولا هي أخرجتها هذا هو الدين المتوازن الذي يجعلك تتكامل مع الحياة في جميع أركانها ومجميع مكوناتها الذي يفرد المساعدة في ساعة الحاجة على فصيل معين أو على دين معين أو على ثقافة معينة أو على حزب معين أو على مذهب معين فهو بعيد 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 عن الإسلام وبعيد عن تعاليم الإسلام وبعيد عن رسالة الإسلام وبعيدنا عن محمد صلى الله عليه وسلم لأنه هو الذي قال في كل كبد الراتب صدقه فلذلك نحن نضع مع الدول التي غالبياتها مسلمة دول غالبياتها غير مسلمة فيهما الجمعة بإذن الله سبحانه وتعالى أتمنى منكم من اليوم أنكم تساعدونا وتشاركوا الرابط وتشاركوا لأخوانكم وحبيبكم اللي عايزة ببرع بدولار بجنيه بخمسة بعشرة بخمسين بمية لكم ما شئتم لكم ما شئتم ولكم الله ولنا الله ولأفريقيا الله سبحانه وتعالى ولأفريقيا الله إن الله لن ينسى أفريقيا ولن ينسى أنا أبدا لذلك في تحيزي لأفريقيا لأن فضل أفريقيا علي عظيم 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 فأنا أحبها وأعشقها عشق الهوة بكل مشاكلها بكل أمراضها بكل آلمها بكل معاناتها بكل النهب الذي ينهب منها فيها لأنني أؤمن لأن أطيب الشعوب على الأرض هي الشعوب الأفريقية لم أرى ابتسامة ترسم على وجه شخص ممتحا قدر مرايتها من داخل أكباد معاناة الشعوب الأفريقية لم أرى ناس تتهلل وجودهم وجوههم حينما يرونك زائرا وأن لم يكن معك شيئا لهم بالترحاب بالابتسامة بالأحضان بالقرب بالسعادة بالهناء بالسكون بالسكينة إلا منهم فلذلك المتحيز أن أردت أن تتحيزوا معي للفقر وللجوع وللمرض والحرمان فتحيزوا إن أردت أن تتحيزوا لشيء آخر فتحيزوا فأنا مادن بإذن الله سبحانه وتعالى أنا مادن بإذن الله سبحانه وتعالى وأختم كلمتي معكم قائلا أو منبها إيايا اللهم أجعلكم من عتقاء هذا الشهر اللهم أجعلكم من عتقاء هذا الشهر اللهم أجعلكم من عتقاء هذا الشهر آمين 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 لما فك كرب الممتحنين من أبنائنا وأخواتنا في أفريقيا كانوا من ممنهم على ملة الإسلام أو ممنهم ليسوا على ملة الإسلام ففي كل كبد راتب صدق ففي كل كبد راتب صدق مقاعدة التي قال الرسول صلى الله عليه وسلم لنا وحددت معالم رؤية مسيرتنا الإنسانية وغيرها أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام أفشوا السلام يعني تمنى والسلام لكل إنسان رسول صلى الله عليه وسلم الذي لم يكن يندق على الهوى أما هو إلا وحي يوحى تمنى السلام لكل إنسان وأطعموا الطعام تمنى الإطعام لكل إنسان أما الخاصية تقوموا بالليل والناس نيام دي بتاعتك أنت فإذا فرغت فانصب وإذا ربك فارغب أما عموميات الرسالة محمد صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام وأطعموا الطعام والنتيجة لمن أفش السلام وأطعموا الطعام ثم صلى لله وقاموا الناس نيام سيدخل أو ستدخل الجنة بسلام اللهم اجعلكم من اعتقاء هذا الشهر الكريم اللهم اجعلكم من اعتقاء هذا الشهر الكريم اللهم اجعلكم من اعتقاء هذا الشهر الكريم أنتم ومن تحبون اللهم اهدي بكم الخلق أجمعين اللهم ارحم بكم الخلق أجمعين اللهم اعز بكم الخلق أجمعين اللهم ارفع بكم البلاء والعناء والشقاء عن كل إنسان في العالم اللهم مجعلكم ممن تحاربون الظلم والظلمات والفساد والإفساد آمين آمين اللهم يا الله احشر كل من سمعني اليوم في هذه الساعة المباركة في الأيام المباركة في خواتيم هذا الشهر المبارك احشره مع المصطفى صلى الله عليه وسلم احشرها مع المصطفى صلى الله عليه وسلم احشره أو أحشرها أو أحشرهم مع المصطفى صلى الله عليه وسلم آمين 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 لكم جميعا وأتمنى لكم نقاء صريرة ونور بصيرة وتمأنينة في القلب إن شاء الله إن شاء الله وسلام في الروح والفؤاد لكم جميعا من الحب والسلام وأنا إن شاء الله بإذن الله عازم على قبول التحدي من أمس إلى ما شاء الله من أجل أفريقيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته